لكن أول بعثة بقى ترأسها أول بعثة كانت في نفس وقت البطولة دي في شهر إبريل 2018 كانت بعثة شباب 2002 كورة 2002 كورة بطولة ودية كانت في الإمارات في دبي فيها وقعة مهمة ما حدش يعرفها يعني أو بس يعرفها المقربين يعني كنا وقعنا في مجموعة كانت بطولة ودية الآن 2002 راح يلعب في دبي بطولة دولية ودية كنا معنا في المجموعة إندهوبن الهولندي وفلامينجو البرازيلي وكان معنا أهل دبي وكانت بطولة من ثمان فرق وكان فيها ريال مدريدة وكان فيه ناحية تانية ريال مدريد ودورتموند وآيكس تقريبا كانت بطولة قوية المهم من أننا حضرت أول مرش سر من الهوبرينتين واحد ورجعت مصر على حسابي الخاص عشان كان فيه فتاح بطولة اليد عشان كان فيه فتاح بطولة اليد عشان أبقى مع جرحي في البطولة سأزنت من كابتن طبعا ونزلت مصر 48 ساعة على حسابي وكان كابتن خالق جاد الله كان نائب رئيس كتاع ناشتين وقتها هو اللي يتكلف بمهم رئيس البيعسة في الـ 48 ساعة دولة وفي الفترة دي خسرنا خسارة قيلة من فلامينجو كان فريق من فلامينجو حاجة مرعبة طبعا ورجعت على ثالث ماتش كما تعني دبي دا كسبناها 2-0 وخلاص يعني كنت اطلعنا من البطولة وانا ما كانش عاجبني النتيجة اللي احنا خسرنا بها من فلامينجو الموضوع كان مدايقني هو فلامينجو اه بس انا الاهل اه لا الموضوع كان منرفزني فكلمت الكابتن في التليفون كان في المانيا وقتها كان تعالج موضوع ظهره كابتن انا حصل كذا 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 والبروتوكول بتاع البطولة ان احنا مكملين كاستضافة وكل حاجة لحد باخر بطولة فحنا لسا عدنا خمسة ايام والولاد هيتدربوا هناك وكل حاجة بس انا شايف ان الدرس تربوي للولاد دول انه مينفعش الاستهنة باسم الاهلي انه يخسروا بالشكل ده بالشكل ده لازم نرجع 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 انا شايفة كابتن الموضوع قال لي طب بص كت اه قال لي طب بص اه اتكلم عليك من المنظمة عشان ما بقاش فيه يعني مشكلة الاخوة الاماراتية يعني مش عايزين ندايقهم اه ولو كده اخد القرار وروح طريس لك ده المنظمة وقولت له فيه واحدة اثنين تلاتة الرجل طبعا تمسك وبتاعه ما ينفعش وطوله بص الموضوع بالنسبة لي منتهي طبعا بقى الولاد كانوا زعلانين جدا وبالنسبة لهم احنا هنقعد واول مرة يسافروا نفسنا وطولهم بصوا الموضوع منتهي وفعلا لجنة المنظمة يعني وفقت تفاهمت الموضوع وجبت يعني كان وقتها كابتن تامر حفني هو المدير الفني وقالت له قدام الناس وطوله احنا ده قرار متفق عليم يا كابت محمود الخطيب انتو كنت مفروض تعودوا خمس تيام وانا عارف ان كنتو عايزين تعودوا وبالنسبة لكو اول مرة تسافروا لكن مش النادي الاهلي اللي يخسر احنا هنرجع بكرة وكلمت الغيرون لتذاكر التيران والحاجة الوحيدة اللي تعرفوا تعوضوا بيها النادي كان عندهم فضلون ماتشين على نهاية الدوري هنا في مصر وكان لازم يكسبوا الماتشين عشان احنا نكون تكسبوا الماتشين دول تاخدوا الدوري يبقى انتو كده عملتوا مصالحة مع الوساعتها هاجيلكو هتفرج على الماتش الأخرى وفعلا نزلنا مصر عملوا عسكر الخمس تيام اللي هم كانوا وادروا في دبي وكذبوا الماتشين وخدنا الدوري وخدنا الدوري خدنا الدوري بتاع الفين واثنين اخدوا الدوري يعتبر بالقرار ده يعني مش قوي كده بس لا لا تأثيره بس انت بتكلم على شباب ولاد صغيرين اه انا كنت حابب يعني لا ماينفعش ما فيش حاجة سبقان الاهلي يخسر بنتيجة قيلة وانا كنت هتكمل كمس تيام تتفسح وتنزل لا يعني مش صح مع ان في النهاية بالنسبة لهم ما قشتين ده قرار غريب وليما انت قاعد وخمس تيام ودبي وهنتضرب برضو وحياة حلوة قولتولهم لا الموضوع بالنسبة لي منتقى نرجع النهاردة ورجعنا يعني خلصنا الماتش بتاع الاهلي دبي ركبنا ثرة واحدة ونص بالليل ورجعنا مصر والخامة السابعة كنت هتوعدون في دبي هتوعدون في معسكر هم هم هنا في مدينة نصر بيتضربوا كل يوم ولعبوا بعد كده الماتش هي دي برضو الروح المسؤول لما يبقى عنده الاحساس انا ما بحب الشروف اللي بيخسر اه ما بحب ما بقولك انت مشجع درجة اقول ما بقدرش ترجمة نانسي قنقر